من بين كل مئة مولود جديد في العالم في طفل واحد بيتولد بعيب خلقي في القلب رغم أنه فيه دراسات كتير عن أسباب العيوب الخلقية في القلب لكن أغلب هذه الأسباب مش معروفة لغاية دلوقتي هو إيه اللي بيحصل رغم أنه فيه تقدم كبير في تشخيص وعلاج هذه الحالات اللي كانت زمان بتعتبر حالة ميقوس منها لكن حاليا نسبة نجاة الأطفال المولودين بمشاكل في القلب بيت عليها خصوصا أنه تقدم الأبحاث العلمية والطبية وتطورها مش بس سمح للأطباء بأنهم يشخصوا حالة الطفل هو لسه جنين في بطن أمه لكن كمان فيه عمليات جراحية بتحصل للأجنة قبل الولادة من كام سنة فيه جراحين أمريكان في كاليفورنيا عملوا جراحة قلب غير عادية لجنين عنده 25 أسبوع يعني حجمه كان يمكن قد عولة الصبوع تقريبا ومع ذلك العملية نجحته ابتدينا نسمع كمان بعدها عن تطور كبير باستعمال الخلايا الجزعية لعلاج مشاكل القلب عند الأطفال وتقريبا من شهرين الأطباء في جامعة بريستل الإنجليزية أعلنوا عن نجاح أول علاج لعيب خلقي في القلب باستعمال نوع من لزقات الخلايا الجزعية واللي بتحل مشكلة العيب الخلقي اللي في القلب من غير ما الطفل يضطر يعمل جراحة قلب مفتوح أكتر من مرة لأنه الخلايا الجزعية بتقدر تتكيف مع نمو الطفل ونمو قلبه وزيادة حجمه وطبعا يعني ده بيخساح للموضوع جدا هذا التقدم الطبي الكبير في علاج العيوب الخلقية في القلب الحياة بيدي أمل كبير لملايين الأطفال وأثارهم في العالم ولكن قبل أي علاج أو تدخل جراحي المهم هو اكتشاف المشكلة بدري بدري لأنه التشخيص المبكر لهذه الحالات بيخلي علاجها أسهل بكتير عشان كده ضروري جدا أن كل أم تنتبه للمؤشرات والأعراض اللي ممكن تظهر على طفلها وبتكون دليل على أنه عنده مشكلة في قلبه والمشكلة دي تحتاج تدخل طبي إحنا النهاردة هنعرف كل حاجة عن قلوب الأطفال وأمراضها وطرق تشخيصها وعلاجها مع ضيفي الكريم في مصر جديدة الدكتور محمود الشازلي استشاري جراحة القلب للأطفال وحديثي الولادة أهلا بيك معنا في مصر جديدة منوارنا يا دكتور محمود أهلا بيك يا فن وأنا سألت هنا السؤال أنه يعني المفروض يبقى فيه بعض المؤشرات الأم والأب يبقى عارفينها عند ابنهم أو بنتهم عشان يعرفوا أنه عندهم مشكلة ما في قلبهم بس السؤال قبل ما وصل للسؤال ده والطفل جنين في بطن أم بنعمل فحوصات إيه عشان نعرف أن الطفل ده قلبه سليم ولا فيه مشكلة وقد تحتاج لتدخل طبي من وهو لسه جنين الساعة داريكة فندم هو القلب بيتكون كاملا عند سن 25 أسبوع فالطبيعي دلوقتي عنده 25 أسبوع داخل الرحمة ونعرف إذا كان عنده حاجة أولا المفروض الروتين دلوقتي أن أي ستة حامل بتتابع تعمل 4D ولو شكت بتروح تعمل حاجة اسمها فيه هي مجرسة وطيع القلب بالنظار بس لسه إحنا عندنا في مصر الموضوع ده لسه موصلش فيه ترينينج بروسس فيه لسه تحت دراسة ده بالنسبة للجنين بس كان زمان الأطفال بيتولدوا في البيت وفي أماكن تانية دلوقتي بقيت معظم الولادات بتتمهم بمستشفيات أول حاجة أول ما الطفل يتولد طبيب النساء بيتخرج الطفل لازه يكون فيه دكتور أطفال دكتور الأطفال بيستدب الطفل يشوف العلامات الحيوية يشوف لبضه يسمعه بالسماعة لو سمع لغط أو شاف نسبة زرقة أو شفيفه لونها مش طبيعي بتبتدي يقلق وساعاتها بيطلب موجات صوتية بعد ما يتولد على أساس كده يبقى فيه تدخل في بعض الحالات لازم تعمل الجراحة في أول ساعات منه نعمري عام يتولد هو هيحصل له مشكلة مش هيكمل إلا ما يدخل العمليات وإحنا فعلا ما ندخل الحالات يمكن بعد ساعات قولي إيه لأول العمليات يعني من قبل ما يتولد لا بعد ما يتولد قبل ما يتولد ما فيش غير الفور دي المتابعة السنارة على العلبة بعد الأسبوع الخمسة وعشرين بعد الخمسة وعشرين بيبان لو عنده عيوب خلقية في القلب ويعمل حاجة اسمها موجات صوتية على الجنين على القلب في الوقت ده أقدر أعمل تدخل طبي ده صعب ولا سهل لا تدخل طبي وهو دلوقتي لأ لسه عندنا لسه مش عمله لسه وهي كلها ترايل زي حالة اللي حصل كلها تحت ترايل بس بيفدنا بإيه إحنا مصر كبيرة وفيها محافظات كبيرة فيها محافظات الخدمة الطبية ما تبقاش على أعلى بس لو العمل موجات صوتية من منظور وشك مجرد شك أن الطفل ده عنده مشكلة في القلب لازم أن أم تولد في مركز متخصص يكون فيه أطباء متخصصين وجهزين أن هم يعملوا التدخل الجراحي المطلوب أول ما تولده أول ما يتولد يعني ما يتولدش مثلا في أقانيم في حتة بعيدة ما يتولدش في البيت لازم يتولد مكان مجهز فيه حضانات لاستقباله أنت عارفة برضو أننا عندنا في مصر مشاكل الحضانات مش كتيرة لكن ده مش طفلة عادي ده طفلة عنده عيب خلق في القلب لازم لما يتولد أنا شاكك وهي حامل لأنه عنده مشكلة يتولد في مكان مجهز فيه دكتور أطفال فيه دكتور هيجي أعمله مجسطية على القلب أول ما يتولد هشخص تشخيص نهائي واشوف التدخل بالنسبة لعيب الخلقية للقلب عشان كده حضرتك بتقول الأم لما تبقى في الأسبوع الخمسة وعشرين الأفضل من بعدها على طول تعمل الصنار وتتأكد قلب طفلة عاملة الأول الصنار فور دي اللي بيعمله دكتور النساء الطبيعي بيعمل فور دي دلوقتي وبيتطوف ساعات بيشك في حاجة معينة فبيطلب أن الطفل ده أو الأم تروح تعمل حاجة اسمها فيتال إيكو موجهة استطيع على القلب داخل الرحم لو شكت برضو ده شك يعني ما فيش حاجة يقين طول ما هو الطفل لسه في الرحم فيبقى لسه شكوك ما فيش حاجة أكده يبقى ساعتها بطلب من الأم أنها تتوجه أو تعمل حساباتها أن الطفل ده مش هيتولد في مكان عادي لا لازم يتولد في مستشفى مجهزة فيها حضانات وفيها خدمة طبية قادرة أن هي تتصرف مع الطفل ده خدمة طبية للقلب ممكن تبقى أسطرة في بعض الأطفال لو يتولد لازم يخش يعمل عملية في عشر دقاءة أو ربع ساعة أفتح له سجب من الأزينين دي حالات اختلاف الشرايين لو ما عملهاش ممكن الطفل ما يكملش وتبقى دي مرحلة لغاية بعد كده يعمل عملية قلب في بعض الأطفال بتتولد عندها زرقة كاملة أزلق فبيحتاج يعمل دعامة في الوصلة الشرانية فالكلام ده لو هو وتولد في محافظة بعيدة أو في مستشفى مش مجهزة مش يقدروا يرمي له فالموجات الصوتية تعمل تبين لنا عوامل الخطورة فلا أجي أولد هنا في القاهرة في أي مركز بالضبط لكن ما يتولدش ولادة طبيعية أو ولادة في البيت أو ولادة حتى طبيعية ممكن تبقى خطر عليه كيصرية عشان ممكن الطفل هو مش زي أي طفل ما يستحملش المجهود ده أو الضغط عليه فلا يقول لكيصري يقول لكيصري في مكان كويس جاهز في حضانة وجهازة بالأدوية المعينة اللي هتساعده لغاية لما نشخص تشخيص كامل ونعمل الجراح أهم العيوب الخلقية اللي ممكن تبقى موجودة في قلوب الأطفال هو أكثرهم نسبة أكثرهم هو السجب من البطينين ويليهم السجب من الأزينين ورباع فلت لكن أخطرهم هي اختلاف الشرين ده طفل لازم يعمل عملية أول شهر في عمره لو ما عملهاش أول شهر بيبنى عمليات تانية مش عمليات أساسية نسموها عمليات بتسهل الحياة وترفعها نسبة أكسجين مش هي الأساسية لكن لو عمل لكن لو عمل العملية أول شهر بيفضل طول عمره طفل أو بيفضل طول عمره طبيعي حالات اختلاف الشرين نسبتها كبيرة إحنا منضطر أن نعمل جراحات لأطفال أوزنهم صغيرة جدا إحنا وصلنا هنا الحمد لله في مصر الرقم كيلو ستمائة وكيلو ستمائة بيعمل عملية كبيرة في القلب وده رقم يعتبر عالمي عارف حولك في ناس تفتكر العكس خليه كده لما يكبر كده شوية ويوصله طوله ويبقى أقوى ده لسه صغير ده لسه لحمة بيضة على حسب فيه أمراض عيوب خليكات القلب أنا ممكن أعمله عند السنة خمس سنين قبل المدرسة زي السجب بين الأزينين الطفل بيتولد عادي ساعات بيكتشف بالصدفة يبقى راح يعمل أي فحص روتيني فاكتشف عنده سجب بين الأزينين إحنا ساعات الكبار يبقى داخل يعمل كسور في الشرين التاجية ولا يعمل أي عملية وإحنا بنعمل فحص قبل الجراحة نلاقي عنده سجب يعني أنا عنده خمسة وستين سنة أو خمسين سنة يعني ما يبقى أش مؤثرة أوي لكن فيه عيوب خلقية لا بتبين أو ما يتولد ده لازم ده فيه حاجة خطر الدكتور الأصفال يلاقي الولد نفسه عالي يلاقي ضربات قلبه مش منتظمة يسمع بالسماع صوت لغط كبير على القلب يلاقي شفايف وزار أو نسبة الأكسجين عنده 30 و40% فده بيحتاج تدخل سريع اللي المفروض نعمله هو أن احنا نقوي فكرة الموجات الصوتية على القلب أثناء الحمل اللي هي فيه تل إيكو نزود عدد الملاكز بيشتغل جراحات قلب أطفال لأنها موجودة في مصر من زي قبار الملاكز اللي عندها خبرة كويسة بيشتغل جراحات قلب أطفال وخاصة المعقدة في مصر بيكتصر عن مستشفات الجامعية ومركزين أو ثلاثة بس بيعملوا الحالات دي وخاصة حديث الولادة أما الجراحات اللي هي بتسن خمس سنين وعشر سنين ساعت دي ممكن أي مركز يعملها الفكرة بقى إن في بعض الأطفال بتتولد والأسرة تلاقي إن الطفل ما بيعرفش يردع كويس ما بيعرفش تكمل الردعة دي مؤشرات تخلية بقى الآن يعني ممكن الأم تعدي مرحلة الولادة وهي مع الفش وهو بطنها اللي في المشكلة والدكتور ما قال لها حاجة تروح البيت ما برضه دي بتحتاجة برضه خبرة من دكتور الأطفال اللي بيستقبل الطفل تمام الأم دي اللي هي روحت البيت ومحدش قال لها حاجة تاخد بالها من ابنها ازاي تاخد بالها من ابنها المؤشرات اللي تخلص تنافس الولاد بيبقى عالي ما بيعرفش تكمل الردعة ولو ريدة تبسط ليه عرق جمد أو ما عرفش تكمل الردعة وزنه ما بيزيتش إنه هو عنده مشكلة في القلب بتاخد جزء من طقته فهو ما بيكبرش تلاقي الطفل ما بيعموش بطريقة طبيعية ما بيعموش طبيعية بيسموها فيليا تسرايفي يعني هو مش عارف كامل الردعة وساعتها ده اندكش إنه لازم أدخل بدري أو أعمل له التدخل بدري التشخيص أهم حاجة إنه نشخص صح وعرف مدى خطورة العيب الخرق اللي عمدي وعلى أساسها بالصرف لكن هي عوب كتيرة جدا أسبابها طبعا كتيرة قوي ما فيش حاجة أكيد محضرتك قلتي فيه تأخر الحمل والإنجاب السكر السجائر أنا كأم أقدر أمنع إن يحصل لابني كده والله بيجينا ناس كتيرة قوي أسرة معاها طفلة أو والأب والأم يسألوني إيه السبب بقول لهم خلاص ده حاجة بتاع طببنا إيش دوة تكون خديته حاجات كتيرة فيه بعض الأشعات ممكن لو تعمل فترة تتحمل الحاجات بتاعة الست الحامل المفهول تتجنبها دي منت التدخين طبعا بره الكحليات أطفال الأنابيب دي فيها نسبة كبيرة عالية تدخين لأ أو الست حامل التدخين الكحليات أكيد أكيدا كده كده بس كل دي برضو مفيش حاجات أكيدة الأدوية فيها أدوية طبعا ممكن تأثر بس كل دي الأدوية إننا نتجنبها بس كل دي تكونات التغذية سليمة كمان مهم دي مفيدة للوزن الطفل وكله بس مش التغذية سليمة مش هتخليلي طفلي عنده وعيبخل كل الألب إن كل الحاجات دي كلها بارة عن تكهنات بس إحنا قدام أمروك دلوقتي طفل هعنده وعيبخل كل الألب أنا هتصرف معه إزاي لكن أنا مفيش في إيدي حاجة كأم أعملها الأول اللي في إيديك إن أنت الأم إنها هتعمل فحص أثناء الحمل وتتأكد أو حتى لو شكت دي حاجة كويسة إنها تروح مكان مجهز التاني أول ما يتولد لو شكت زي ما قلت لك الأعمال اللي تخلين أشك لو هو دكتور أطفال ملاحصة أو ولدت في البيت أو زي ما بيحصلت كتير يمكن عندنا هنا إنها في حدث في مصر فعلا إن إحنا مجينا الناس عندهم 15 و20 سنة عندهم عيوب خلقية القلب وهم مش عارفين ساعة بنعمل قوافل طبية لأماكن معينة بعيدة بنعمل فحص كده نلاقي فيه لا فيه ناس كبيرة عندهم عيوب خلقية القلب وهم مش تكوش أو يعني شايفين ما عندهم مش الخبرة أو العلم الكافي هم تأقلموا على عيشتهم بالطريقة دي وعلى صحيتهم كده بالزبط قصة أنا نفسي مش كبير بالزبط قصة أنا بتعبر ما بطلع السلم آه بقولوا عليه دا تعبان دا عيل تعبان بس مش عارفين هم عنده إيه مجهود قليل مزي إخواتهم مزي قريبو ما عرفش يلعب معهم يتحرك معهم لكن برضو لسه عندنا مجال كبير جدا وشغل جامع جدا على الفحص والإجراء التشقيص المبكر عشان أساسه بيختلف زي ما قلت حرارك في بعض الأمراض لو ما تعملتش في الوقت المناسب بيبقى خلاص التدخل فيها صح بيبقى خلاص ما بيبقيتش نفس طوليت زي ما حرارك قلت إن أحيانا التدخل في الوقت المناسب بيبقى الطفل دا خلاص بقى طبيعي زي زي بقيت الناس وأنا بقول لك كتير الناس كتير عاملة عملية طبعا نسترف إيه بعد عملية قلب لا خلاص بعد العملية إن شاء الله القلب يرجع لحمه طبيعي إنه إذا هعمل عملية لبني في قلبه كان زمان كان زمان كان زمان كده أما دلوقت الحمد لله نسبة الشفاء عندنا بتوصل لـ 97% في حالات كتيرة جدا حتى الحالات الأطفال حديث للأولاد وده سونر زباتر يعني كل ما كان مبكر أفضل في حالات كتيرة زي سونر زباتر لكن الحالات اللي بتتأخر بس في حالات إحنا بنقول لهم خلاص بلاش يعمل لما وزنوا يكبر زي بحرك قلت قبل كده لأ أهل بيخافوا لأ سجب منها الأزينين دا إيه سدي دي حاجة أعراضها ما تبقاش كتيرة ما تبقاش خاطر أو ما تعملش حملة على القلب جامل أو ضغط فممكن يتعمل عند سن المدرسة ليه سن المدرسة بيكون الولد قبل بيخش المدرسة وزنه أحسن الأوتقام أو النتيجة بعد العملية بتبقى أحسن في سن معين ودي ما تبقاش حالات الطوارئ أو بيسموها إمرجنسي ثموال إيه الحاجات الإمرجنسي وإمتى لازم نعمل مثلا قلب مفتوح هو كل تشخيص دي وقت معين الحالات اللي بتخش إمرجنسي عندنا هي حالات اختلاف الشريين دي لازم تعمل في وقت قبل شهر حالات انسداد الشريان الرقوي حالات إحنا بيبقى حالات بيسموها الربوتين الواحد اللي فيها ضغط دم زيادة راح للرقة فبنحتاج نعمل تحزيم للشرين الرقوي وإنه ما تعملش في وقت مناسب ممكن ما نعرفش نكمل بقية الخطة بتاعت العملية حالات دي أو اختلاق في الشريين الأورتي دي كلها إمرجنسي حالات مش عالد بقى أوصلها لهم زي حالات بقى قيب خلق في الأوردة الرقوية اللي رايحة للقلب دي بتعمل حالات معينة في الشريين التاجية اللي بتغزي القلب بيبقى فيها مشكلة مش طالعة من مكانها الطبيعي عبر خلقية القلب كتيرة جدا جدا بس كل حاجة لها وقت مناسب للتدخل عشان تطلع بقى أحسن نتيجة لا لا دلوقتي ما بقاش زي الأول ما بقاش زي الأول بس ستل يعني عند جماهير كتيرة يعني موضوع مش طالعة هلأي عملية في القلب هو فيه مشكلة في الوعي عندنا في حاجة هو أمراض القلب ليها تدخل دوائي وليها تدخل بالأسطرة وليها تدخل براحي إحنا بزيزة الكبار بيخاف يقول لك خلاص أنا أمشي عليك مش عايزة عامل عملية ما هو حضرتك لا في حالات معانية لازم تخش عملية ده أحسن له وبشوف كده في ناس كتير يجي حد عمل أسطرة على شرين قلب عنده كسور في الشرين نتاجية وحلوا الأمثل جراحة الأمثل جراحة ده مش كلامي ولا كلام ده بحث وعلم أنت لو عملت الجراحة التوقع بتاع عيشتك أحسن التوقع بتاع اللايف سبان بتاعك عايزيت كل حاجة أحسن يقول لك لا مش عامل جراحة ممكن تمشي بأدوية أو مش بعلاج وأحيانا يبقى لازم يخش طوارئ ويرفض بيخاف بس اللي بيشوفه بقى يلاقي حد قريب عمل العملية بيلاقي الدنيا دلوقتي مقشة زي زمان كل الناس فاكره بقى فيلم عبدالحليم حافظ والنوراح والكلام ده بيقز دلوقتي جراحة القلب في كل الملاكس دلوقتي خاصتها في الكبار كتير قوي ويقعد أربعة أيام خمس أيام ودلوقتي الجديد حتى الجراحة بتاع القلب من تدخل المحدود مش فتحات زي يقولوا بقاش حد يقولك ده أنا دخل أفتح يعني الموضوع بأسهل من زمان الموضوع بسيط خالص ونتايجه أحسن كان في المية نسب نجاح القلب المفتوح على حسب التشخيص بس غالبة في الكبار نسبة 95-97% وفي الأطفال في الأطفال حاجات كتير توصل لـ 95-97% حديث الولادة يمكن تقل بس احنا عندنا الحمد لله في الملاكس بتاعتنا لأ النسبة عالية جدا حديث الولادة بتقل عشان طفل لسه مولود حديث الولادة يا فندم لو تولد ما عندوش القلب في حضانة ممكن يموت من التهاب رأوي احنا عندنا مشكلة في مصر برضو في عدم تواجد عدد كبير من الحضانات والتعامل مع حديث الولادة والأوزان الصغيرة ده قصة تانية محتاج تمريد متخصص يتعامل مع الأوزان الـ 2 كيلو و 3 كيلو محتاج عدد تمريد كافي إن الموردة ما تمسكش طفل و 2 و 3 لازم تقوان تقوان إن هي ممكن تتنقل لو حد عنده التهاب تنقله للتاني ولو حصل التهاب حديث الولادة زي الكبار كبار ممكن يستحمله شوية أما الطفل لسه موجود ممكن الاتهاب نفسه يكون سبب الوافقة بعينه عن العملية بعينه عن أي تدخل جراحي وده اللي احنا بنعانيه فعلا إن احنا لو طفل ويتولد مثلا في حتة بعيد وتحط في حضانة يوم أو يومين وعنده مشكلة في القلب ولازم نعمله عملية نقله من المكان ده أو قاعدته في الرعاية كم يوم لغاية لما يستقروا الجيلنا أو ما بيجي بنعمله الفحوصات بنلاقي عنده الاتهابات ونبتد نوعه نعالجه قبل العملية ممكن الوقت ده يأخره عن معادة المناسب لعملية ولو حالته غير مستقرة ودخلنا عملنا العملية قلبه يبقى كويس وكل حاجة كويس ونوعه نعالج في الاتهاب الرئوي اللي ممكن نفقد به طفل بسبب الاتهاب الرئوي أو تسمم في الدم فهي منظومة كاملة لازم تتعامل جراحة القلب مقشة زي زمان بقى سهلة جدا بجد نتائجها كويسة مهمة تتعامل صح وعند حد فهم الموضوع صح وفي الوقت المناسب وإحنا عندنا في مصر بس القصة إن اللعوبة الخلقية أعدادها زيادة وقوامل ليه ليه زيادت هي نسبة فلنم إحنا كام مليون وكم حالة ولادة بتيجي النسبة عشرة يعني زي ما قلت حضرتك هتلاقي النسبة بالنسبة لكم ألف طفل بيتولد كام واحد منهم عنده عيوبة خلقية الملاكز بتاع تجراحة القلب الأطفال مش بنفس العدد بتاع الكبر الكبر في كل حتة مستشفات الجامعية ومعاهد وملاكز كتيرة يوشتغل كبر أما الأطفال لا ملاكز محضور بتفرق يعني معلش التكلفة والخبرة يعني التكلفة للأطفال أكتر؟ أه طبعا مش فاهمة يعني عمالية القلب للأطفال أصعب؟ أه طبعا طبعا أنا بشتغل لأطفال بس لا الأطفال لا بحتاجها طبعا خبرة أكتر الأوزان صغيرة التعامل مع الطفل لفسه المستلزمات بتاعت الأطفال مختلفة أو ممكن أغلى من كبار الطفل ممكن يقعد في الرعاية الطبيعي فترة أكبر أما أنا ممكن أعمل جراحة لحد كبير ويخرج تاني يوم من الرعاية أما الطفل لا طبيعي يقعد يومين ثلاثة فيه طفل ممكن يقعد أسبوع ممكن يقعد عشر تيام ده مش معنى أن العملية وحشة ده معنى أنه هو لا الكرس بتاعه في الحالة دي لازم يقعد فترة أطول فبالتالي تكلفة أكتر وده الملاحظة لو حديك شوفي كل المستشفى الخاصة يعني جزء الجراحات القلب الأطفال فيها مش موجود يعني مش عايزة أقول أسمائي بس فيه مستشفى لأ شافت أن الجراحات دي هتخسرهم مكلفة جدا مكلفة جدا والهوز يعني بيقعد في المستشفى أكتر من الطبيعي الخبرة بتاعت التمريد الخبرة بتاعت بيقعد على مكدة القلب الصناعي بدلا ما بتعامل مع عيان عنده 100 كيلو مثلا أو متوسط أو 90 كيلو بتعامل مع عيان 2 كيلو أو 3 كيلو فكل حاجة بالأدوية الأدوية بتتحسب بالملي حاجات لأ بحتاجة خبرة أكتر بكتير يعني حتى بره على فكرة يعني بره مش أي حد بيشتغل أطفال والجراحين بيشتغلوا أطفال بياخدوا وقت أكتر والتمريد بياخدوا وقت أكتر والتغدير التغدير عشان يخش يركب بالكانولات والحاجات مع طفل لسه وطفل نفسه كسيرفز إيريا صغير واستحمله للجراحة يعمل عملية كبيرة في القلب برضو بحتاجة إكسبيريا نسبوعيا إحنا في مصر عندنا ملاكس كدير دكتور القلب بتاع الكبار مختلف تماماً نعلق الكبار مختلف عن دكتور قلب الطفل دكتور قلب الأطفال بس الدكتور اللي بيعمل قلب أطفال يقدر يعمل كبار آه طبعاً بس فيه تخصص دلوقتي عندنا آه فيه تخصص طبعاً بس هو لا يعني ممكن تتخصص جراحة قلب أطفال بس وحديث الولادة وكبار بس يعني فيها لدينا حالات كتيرة بتبقى هي هي أو إحنا في المستشفى بتاعتنا الجامعية طبعاً كجراحين قلب لا إحنا بيدربونا على كل حاجة في الفترة بتاعتنا وبعد كده اللي عايز تخصص جراحة قلب أطفال وشايفها يمشي فيها والي عايز تخصص جراحة قبار بيمشي فيها السقب في القلب عند الأطفال لأي مدى هو خطير أو مش خطير بالضبط السقب في القلب اللي أكبر نسبة عبو خلقية في الأطفال هي السقب في القلب على أي مدى على قد حجمه وعلى قد أعراضه يعني أنا ممكن حد طفلي يبقى عنده سقب 2 ملي 3 ملي مش مؤثر على أي حاجة والولاد بيزيد وازنه بيزيد مش طبعاً نفسه كويس أو ما يتولد أنا ممكن أسمع صوت لغط بس لما يعمل موجات صوتية اللي لازم تتعامل ألاقي السقب صغير جداً ممكن يقفل لو لسه موضوع ممكن يقفل بعد شهر أو ب2 أو 3 لغاية السنة يعني ممكن تنصحهم تقول لهم لا خلوها يقفل على عسب حجمه لو صغير يقفل لكن لو كبير ومؤثر عليه الولاد نفسه عالي مش عارف يرضع مش عارف يزيد في الوزن بيجيله التهابات رقوية كتير قوي إن السقب ده معناه إن الدم رايح للرقة بنسبة كبيرة فالطفل ده مع عرضه أكتر يجيله التهابات رقوية يخرج شوية يروح البيت ويتحجز في الرعاية يخرج شوية ويقعد أسبوع في البيت ومجايله التهابات ده لا ده لازم يتدخل للوقت لكن فيه سقوب تانية بتستنى خالص وممكن تقفل وممكن ما يبقاش لي داعي إن أنا أعمله حاجة خالص لو هو صغير مش بقسر على حاجة في بعض السقوب ممكن ما تحتاجش تدخل جراحي ممكن تتعمل بالقسطرة بس برضو بتحتاج سن معين أخذش بالقسطرة بجهاز يقفل السق السقوب اللي بينهم الأزينين دلوقتي جالباً 80-90% الـ A-S-D دي بتتقفل بالقسطرة إلا حالة معينة لا ما ينفعش تقفل بالقسطرة وتقفل بالجراح هو التشخيص عن طريق دكتور قلب وأحياناً من الطريق نعمل أشعات مقطعية التشخيص الجيد بيخلي التدخل في وقت مناسب والتدخل بطريقة صحة وفي الآخر الطفل ده هيبقى بدلاً ما هو إنسان أو طفل هيكبر بعد كده على الممكن لا هيبقى منتج وهايبقى عندوش أي مشكلة الجودة بتاعت حياته هتتحسن لايفستايل هتتحسن مفيش جودة أصلاً هيبقى لايفستايل أو جهد حياته إنسان عادي إنسان عادي طبيعي مشكلة وتحل مشكلة وتحل وتنسط لو عمل عملية صح في وقت صح هيتنسط وبرضو في حاجة اللي بننحظها من أهالي بعض الحالات اللي عندهم القلب إنه طفل بيعمل عملية وبيخرج كويس كل حاجة بيفضلوا زي وسمة عار عنه إنه عمل عملية في القلب يفضل ما بينه وصحابه لا محدش يجي جنبه وديعمل عملية في القلب مش عارف إيه مع إن الولد كويس ومييجي يكبر ويتجوز خبه بالك وديعمل عملية في القلب وهو صغير كانها وسمة فعلا بالضبط بيبقى نفسيته فعلاً وحشة أو ده بيخليه لا بيعمل عملية وبيلعب كورة وبيعمل اللي هو عاوز ويعمل أي جنشات رياضي أنت طالما حضريك بيتتابع مع دكتور قلب بعد العملية وطالما العملية الحمد لله كويسة والموجات الصوتية بعد العملية كويسة وقلبه كويس يعمل اللي هو عاوز هو طبيعي أنا مش عايز منه حاجة لأ ساعات بنوقف في العلاج بعد كم شهر وهو بطفل طبيعي يعمل اللي هو عاوز بس الفكر بتاعنا اللي لازم يتغير والحمد لله ده الوقت يتغير إحنا كان زمان بيجي لنا يعني كان زمان حضرتك ما كانش فيه حاج نادرنا محد بيروح يولد في المستشفى عشرين سنة الوقت لا بيتولدوا في المستشفى لازم بايلوه دكتور أطفال أو ما يتولد يفحص الطفل ويشوفه كويس ولا لأ لو لأ ما يحتاج حضانة بيحجزه في الحضانة لو لأ سامع لأ في حاجة لأ بيطلب دكتور يجي يعمل له موجات صوتية جوه الحضانة وابتدى شخصنا بيبتدين نتاجه صح الحاجة الوحيدة اللي عندنا الوقت هي رائق هو قيمة الانتظار تيلي بتخليني ممكن معمش العملية في وقتها عندنا قيمة طويلة ان احنا شغالين كل يوم وقيمة الانتظارة طويلة فممكن طفل يتأخر حارك مثلا بتعمل كم على حملية قلب في اليوم للأطفال تقريبا احنا انا استشاري في القصر في بوريش ورئيس اسم جراحة القلب في مستشفى الناس احنا مستشفى الناس بدأنا حالتين بعد كده اربع حالات النهاردة ستة حالات في اليوم في اليوم جراحة قلب أطفال وان شاء الله هنبقى اكتر من كده كمان لو ابني او بنتي ما عندهمش مشكلة في القلب احافظ ازاي على قلبه لا طبعا الرياضة الاكل السليم احنا معظمنا للوقت يمكن للوقت عشان شغلنا معظم للوقت بكر ما بنش نهتم من الاطفال يأكل كويس اللعب الرياضة كويس يمكن فيه فكرة للوقت عن الناس كتير أو لا يعني موضوع ان الناس بتروح تتدرب ولي بتدرب سباحة أو بتدرب وتفر هو بتدرب ايه الرياضة ايه حاجة كويسة ثانيا بتبين يعني فيه بعض الناس من ابتشن عنه اخل يقول القلب انه هو كان بلعب الرياضة والتده ينهج ما كانش مجهوده ده فبنيجي نعمل فحوصات نلأ لا كان عنده حاجة ومزد منهم واشا طبعا هو لعوب خركاء بتتولد الطفل أو بيتولد بيها فاندي ما توقاش مكتسعة بعد كده زي الحمل رماضيزمية مثلا دي التهاب رماضيزم بتأثر عصمامات لعوب خركاء بيقمولد بيها لأ أنا بعد ما بيكبر بعد خمس سنين ممكن يبقى فيه أمراض قلب أخرى بتحصل للأطفال عشان ما يحصلش غالبا غالبا العوب الخركية بيقمى مولود بيها أو بالضبط لأ أنا قصدي الحاجات التانية المكتسبة دلوقتي برضو احنا كاننا من من عشر سنين أو خمساشة سنة كان عندنا انتشار الحمر رماضيزمية وكان دي حاجة بتصيب جدا للأطفال من سن خمسة خمساشة سنة بتصيب السمامات بتاعة القلب ودي كانت عاملتنا مشكلة ويمكن الناس كتير قوي في مصر دلوقتي من زمان ماشيين على حق نية البنسال اللي هي كل شهر عشان وقاية من أبراد القلب ويمكن النسبة قلت بصراحة عن قبل كده ودي كانت أخطر حاجة بتصيب الأطفال من الفترة من خمسة إلى عشر سنين حمر رماضيزمية بتأثر صمامة القلب من خمسة إلى عشر سنين من خمسة آه تحصل على صمامة القلب تريحصل ديء في الصمام المترالي أو أورتي أو ارتجاع أو طفل ودي كانت عندنا وبلد النامية شوية كان عندنا إصابات عليها للوقت الحمد لله عددها قل بس لسه دي ما يكون من الزحمة والبيئة اللي احنا عايشين فيها بس دلوقتي بصراحة قلت عن قبل كده بكتير بواجه عام أنا كأم أو كأب أحصت إزاي على قلب طفل فحص أكل كويس رياضة فحص روتين اللي هو ممكن كل سنة أو الحاجة لو ابني جيتش تكى القلب بقى في ميزة القلب بيعبر عن نفسه يعني إيه يعني طفل طبعا بيأكل كويس أكلته كويسة بيزيد في الوزن بلعب رياضة ما بيشتكيش غالبا ما عندوش حاجة لكن لو لقيته أكلته ضعيفة ما بيكملش موجود بيطلع معاه السلة ما بيكملش كم سلمة وبتدي ينهج حط إيده على قلب بقوا بيجي يشتكي في بعض الأطفال بيقولنا طب انت عرفت إزاي إنه عندو مشكلة لأ بيجي دايما بينهج وحط إيده على سيده كده فالطريقة روح أسأل أروح أعمل موجات صوتية تلعب فيها حاجة في القلب فهو القلب بيعبر عن نفسه حتى في الكبار الزبحة الصدرية دي حاجة ألم شديد جدا يعني نادلا ما ما الدكتور بيعرف ما بيعرفش فراه من الأعراض التانية لكن طبعا عرفت إنه عندو القلب لازم ندخل بسرعة واشوف حله إيه وزي يتصرف معه إحنا عم محتاجين في مصر شبكة بقى شبكة على طريق المحافظات كلها إنه إحنا الطفل اللي ما يتولد عنده عيب خلق في القلب يبقى فيه شبكة نقله للمراكز المتخصصة سواء مستشفى الجامعية أو مستشفى خيرية سواء إنيس أو أسوان أو مراكز كتيرة جدا شغالها في القلب إنه هو نقله وجوده في حضانة ده ممكن إحنا بنفكر جزء كبير من العينين في الفترة دي قبل ما ييجي قبل ما يدخل الحضانة بتاع إنه فيه محافظات كتير ما فيهش مراكز جراحة قلب بتعمل الحالات دي فهيبقى طفل مثلا في محافظة مش عايزة أقول محافظات بس بعيدة تاخد أربع ساعات خمس ساعات أربع ساعات إسعافة مجهزة ساعات الأطفال دي بتبقى مولودة أنا أعرف ناس فقدوا أطفالهم بعد الولادة على طول علشان ما كانش فيه حضانة مفيش حضانة ده حاجة ثانيا مفيش وسيلة نقل آمنة إنه نقله المكان اللي هيعمل في الجراحة لكن لو دخل في الوقت المناسب يمكن إنقاذ حياتك طبعا بيحصل كتير احنا كتير قوي مندخل بقول المحرج مندخل أطفال بعد ساعات من الولادة ربنا بيكرمهم وبقى طبيعية طول عمره أطفال اختناء الشريني أو تده كتير موجودة حاجات كتيرة قوي بتتعمل طوارئ يحنا نسموهم بيخشوا أمرجنسي ستويشن ده تولد عند رعب خرق لازم يعمل ما نفكرش بقى في حاجات تانية مفيش وقت انتظار لكن في حالات تانية كتيرة ممكن تعمل عند سنة عند سنتين عند تلاتة في حالات تانية بتتابع بقوله لأ أنت عندك مشكلة بس أنت هتتابع كل تلات شهور لغاية لما الوقت المناسب كل ما كان التشخيص سريع وفوقت مبكر النتيجة بتبقى هيلة جدا ونسبة نجاح وغد الوقت احنا الحمد لله نسبة نجاح كويسة جدا الحاجة الوحيدة نقصنا هي قائم الانتصار اللي عندنا والصراحة كتير مهما اشتغلنا كل يوم فمحتاجين يبقى في مراكز كتير أكتر في جميع الحق الجمهورية احنا بنشتغل وهي بتزيد احنا بنشتغل وهي كل يوم فيه ولادات في نسبة زيد انتفامة قصدي احنا بنشتغل نعمل حالات وهي برضو كل يوم فيه ولادات والبزيد ده اللي نقصنا كل ما زادت يمكن في الكبار مش كده الكبار برضو فيه مبادرات كتير عاملتها وزارة الصحة في أماكن كتير قوي يمكن حتى استخدامت بعض المستشفات الخاصة في الفترة اللي فاتت دي كم سنة للقضاء على قوائم الانتصار في حاجات كتيرة احنا بقى محتاجين مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار عند مرضى القلب من الأطفال بزاق محتاجين حضانات زيادة حضانات ومراكز زيادة وتدريب بعض الناس انها تعرف تتعامل مع الأطفال ونقل الأطفال ان برضو مراكز قلب الأطفال دي مكلفة جدا مش هنعرف نعمل مراكز في كل المحافظات محتاجة طالما وانا مش هطلب المستحيل يعني في نفس الوقت ان حاجات عليها طالما انها عندي كذا مركز انا عارفهم كويس بيشتغلوا الحاجات دي يبقى حاول نعمل زي برا المعروف ان ده مركز اللي بيتحول له الحاجات دي يبقى حاول أنقل الأطفال بطريقة آمنة من أماكن دي يروحوا بسلام للمركز انها مش هعرف أعمل في كل محافظة مركز كده حتقال بأطفال انها حتى برا مفيش الكلام ده برا في أماكن بيسموها ترش ريه اللي هو المداز فيه أماكن بتشخص وتروح المكان تاني يعمل بعض الفحوصات وبعد كده يروح المكان اللي هيعمل فيه إجراحها وبعد كده يرجع سنين من كله مهم جدا حضرتك حطيت يعني الدوق على موضوع الشديد الأهمية فكرة قلوب أطفالنا لأن هما يعني بيبقى الأطفال دي أغلى حاجة عند الأب والأم ويعني فكرة أنه الطفل يتولد بعيب خلقي في القلب فكرة مؤلمة مؤلمة جدا ولكن مؤلمة بس ولكن أنه لا فيه حل يعني هي باد نيوز إما يجي أنه الطفل عند دعايف في القلب ولكن الجود نيوز أنه فيه حل والحل موجود في مصر طبعا مش بره وحل نسبت نجاحه كبيرة كبيرة فوق 95% طبعا لا ده فيه بعض الحالات احنا منشوفها اللي هما أطفال الأنابيب ببقى أسرة عملت مثلا حاولت كذا مرة الحقن المجهاري بتاع عشرة ورزقه بطفل بعد عشرة أو 15 سنة فتخيال البيب ده بالنسبة طبعا الطفل غالي عند كل الناس طب بس ده طفل بعد 15 بره أبو حولة أو بعد 15 سنة وفاجأ طلع عنده وعي بخلق القلب بتخيالي طفل لما بيجي لكم شخصه ودخل عمليات احنا كان نفسنا كاتم بيبقى نفسنا ربنا كلمنا ونطلع بأحسن نتيجة عشان الأسرة دي ثانيا لما الأم بتبقى حامل بيبقى كل الناس بيستنين خبر كنت خبر كويس ففاجأة بيبقى الصدمة عنده مشكلة عنده مشكلة وفي القلب وفي القلب ثانيا معظم الناس ولسه مبتدئين يعني يعني لسه بيكون أسرة بيعمل ما عندهش قدر أنه يدفع المبالغ كبير أوه عشان يعمل عملية فعشان كده دول بقى المؤسسات والمستشفات اللي تبقى وزار الصحة ومستشفات تعني منها تساعدهم الكبار بيبقى خلاص بقى اللي ليه حتى تأمين تبعه على شركته أو معاشه أو أو أولاده حتى يعني عنده كذا طف كذا ولد بيقفوا معاه أما التاني بيحس أنه هو لسه بدي حياته فجأة عنده صدمة ومعندهش معلومة معندهش معلومة معندهش وعي بالموضوع ده لكن والله بجد المجهودات اللي تعملها البلد في الموضوع ده كتير المستشفات الجمعية أي مبدور كبير جدا التأمين الصحي للأطفال زي ما حدك عارف أن أي طفل بيتولد بشهادة ميلاده هو مؤمن عليه في مستشفات تأمين صحي عندهم بيعملوا حالات كتيرة أي طفل بيتولد شهادة ميلاده دي تأمين دي تأمين صحي على الطفل ده لغاية كم سنة أعتقد لغاية لما يعمل بطاقة أعتقد أو يشتغل لغاية سن 18 سنة اللي هي بياخد فيها التطعمات وكل حاجة بيبقى ليه كرنيه تأمين لو تشخص إنه عنده عيب خلق القلب بيروح يتعرض على اللجنة وبيطلعوا له قرار بعمل الجراح بس بعد كده بيتوزع المستشفات التابعة للتأمين الصحي وهي المشكلة اللي قلت حالك عليها في الأول هي قائمة من الزر هي دي اللي احنا عايزين نزود عدد المراكز اللي بتعمل الجراحات المتخصصة دي عشان نقلل قائمة من الزر صعب جدا صعب إنه هو بيبقى حياته مؤلمة ليه ومؤلمة لأهله اللي شايفينه تعبان وهم لا معهم فلوس يعملوا العملية برا وقاعدين مستنين معاهده وساعات بصراحة برضه للأسف ساعات بنفكر بنتتصل بطفل عشان نقول له معادل العملية فنتبلغ إنه هو للأسف فقط أو طف هي مشكلة مش كبيرة طبعا بس ليها حل ليها حل وبلقنا في مؤولة حضرتك إحنا كل شوية حتى في مستشفى الناس بنزود عدد الحالات عشان عشان نقلل عشان نقلل وبيزيد قاملل الزر برضه عننا بس الحمد لله كان زمان يعني في حالات كتير أول كان زمان ما بتتعملش في حالات كتير أول كان نسبة خطرة العالم ما بتتعملش الوقت كلها بتتعمل ونسبة نجاحة كويس حالات زي اختلاف الشرايين دي كانت يعني فرصها مش أقل مش كبيرة دلوقتي نسبة نجاحها عندنا عالية جدا حالات الجراحات القلب في حديث الولادة دي كانت برضه مشكلة والتعامل مع أطفال حديث الولادة ده ده قصة كبيرة عدد الركلة وفي أي حضانة عليها طفل متولد الحضانة بيبقى فيها مثلا عشرة وخمستاشر طفل ممكن نفقد جزء بير منهم من شوية التهبات ومعندوش حاجة في القلب فتخيل بقى أن ده هيعمل عملية كبيرة كمان في القلب بالضبط فبيزود الرزق عليه الوعي مطلوب جدا الوعي مطلوب والتشخيص مطلوب والتشخيص والوقت المناسب بالضبط لإجراء وبرضو الجديد اللي احنا بقى لنا كام سنة حتت بقى الفيتال إيكو اللي هو الموجات الصوتية على القلب داخل الرحم ده مهم جدا أن دي هتأثر مسافات كتير أن الأم اللي حامل ممكن تركب واصلة أو تسافر وتيجي تولد في مكان أما الطفل لسه مولود عنده عيب خلق في القلب صعب أو ممكن يتولد تحط على جهة سنة في الصناع عيناء له صعب فلو حصل كده بتنظيم معين الدنيا هتبقى أسهل وكل طفل هيخش في معاده وطبع ما دخل في معاده بتحضير كويس النتيجة هتبقى كويس حضرك قلت لنا يعني النقاط مهمة أتمنى كل أم وكل أب وكل أسرة طبع ما يشوفوش فكرة إنه إنه ولدهم عندهم مشاكل في القلب ولكن لا قدر الله ربنا حكم بكده يبقى إزاي نتعامل من غير ما حصلنا بانيك أو زعر there is bad news the bad news فعلا بس الجود نيوز إنه هنقدر نحلها في الوقت المناسب لو فعلا أنت اتبعت الطرق استحيحة أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الشازلي استشاري جراحة القلب للأطفال وحديثي الولادة شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا في مصر جديدة هي دايما تشخيص المرض بدري بيساعد على نجاح العلاج وعشان كده لو الأم والأب شكوا ولو مجرد شك في إن طفلهم ممكن ممكن يكون عنده مشكلة في القلب ضروري جدا يروح له الدكتور بسرعة ويتأكدوا بنفسهم من حالته لأن الشك في هذه الحالة مفيد وأفضل بكتير من الانتظار عشان يتأكدوا من إن الأعراض اللي بتظهر على طفلهم يا فعلا أعراض لمرض القلب ولا لا بالتأكيد معاناة أي طفل من مشكلة في القلب مش نهاية الدنيا لأنه دايما فيه أمل في العلاج ونسبة الشفا بقت عالية وربنا يحفظ كل أطفالنا وينجيهم من أمراض القلب وكل الأمراض إن شاء الله أشكركم شكرا جزيلا بكرة مصر جديدة إن شاء الله